هذه الصور واللقطات كانت أحد أكثر الفيديوهات انتشارا على السوشيل ميديا في فلسطين وإسرائيل على حد سواء مساء أمس ويوثق لحظة سقوط الصواريخ على أحد الجسور في تل أبيب يظهر في مقطع الفيديو تصاعد النيران والدخان على هذا الجسر كما تبعنا وسط صراخ شاب إسرائيلي الذي كان يصور المقطع وقد جاء ذلك مع دوي صفرات الإنذار في جميع الحق تل أبيب في مطار بنغوريون تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي القادم من قطاع غزة الهجوم الصاروخي المسائي هذا سابقه أيضا هجوم صباحي في اليوم نفسه وفي تل أبيب أيضا أوقع قتيلا إسرائيليا وخلف عشرات الجرحى والأضرار الجسيمة بطبيعة الحال رد على ضربات إسرائيلية جوية وفق التصريحات والبيانات الصحفية وقد أخذ حيزا كبيرا من التداول عبر مواقع التواصل وعبر مواقع أخبارية أيضا إسرائيلية هذه البيانات ذكرت أيضا الأسباب والدوافع وراء هذا القصف الدوافع التي تم فيها قصف تل أبيب مساء الذي لم يقع قتله إنما أصاب مناطق حيوية وشل هذه المناطق أيضا تسبب في خسائر مادية لدى الجانب الإسرائيلي والذي حاولت دفعاته الجوية التصدي للصواريخ الفلسطينية في سماء تل أبيب في مشهد حاز على اهتمام واسع من قول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشاهد موسيقى 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 مئة وربما ألاف التعليقات والتغريدات نتابع أبرز ما جاء في هذه التعليقات على هذه الصور والفيديوهات التي ترد من تل أبيب نبدأ من أحمد جبران والذي قال في هذه التغريدة على إسرائيل أن تفهم أن أي هجوم على الفلسطينيين سيقابله هجوم مماثل وإن كان غير متكافئ أما لؤي فخوري فغرد قائلا طالما ما في اهتمام من المجتمع الدولي والعالم بالشعب الفلسطيني فعلى إسرائيل تحمل عواقب أفعالها من الفلسطينيين أنفسهم هذه المرة وهذه التغريدة أيضا مع عدي والتي نختم فيها والذي كتب فيها العنف الإسرائيلي لم يترك مجالا لا للمفاوضات ولا لعقد هنة من أي نوع تعنط واضح وإصرار غريب في استمرار دوامة العنف